هناك فرق ما بين السواد والسبات وعشان كده حضرة النبي علمنا قاعدة أساسية هذه القاعدة قاعدة مركزية في حياتنا كلها استعن بالله ولا تعجز اللي بيستعين بالله ويستمر بيشوف دوام ألطاف الله فيطمئن فيستمر وما يصبوش العجز فلا تكن كثيرة توجع وعشان كده أنا دايماً بقول حكمة بحبها جداً أقولها الأخوان بقولهم إيه؟ فلا تكن كثيرة توجع لألامك أو مفاتك فيفوتك رؤية جمالي ألطاف الله النازلة على قلبك اللي تجدد حياتك فيه ألطاف نازلة من الله عشان تجدد حياتك وحياة إخوانك ضروري إننا نعلم أولادنا التنفيذ المستمر على السوشيال ميديا إن التنفيذ المستمر على السوشيال ميديا ده مش بيجعلنا أهدى بالعكس ده ممكن يحاول حياتنا إلى جحيم وساعات يتحولنا إلى عاجزين متسولين العواطف فهنتسول الشفقة والاهتمام والاسترحام وممكن ده يعرضنا للابتزاز ولذلك اسمعوا أولادكم اتجمعوا اسمعوا بعض من غير أحكام من غير سخرية من غير سخرية ولا لوم ولا انتقاد فلازم إن ناس تحس بإن هم مهتم بيهم وتاني حاجة علموا أولادكم مسؤولية الكلمة في السوشيال ميديا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقوا الخيرا أو ليصموا ومسؤولية إننا وعيين بتأثيرها علينا وعلى اللي بعدنا وما نتعديش بمشاعر تعجزنا طب نعمل إيه إذا كان الوضع بهذه الحال تعالوا نقول شوية إجراءات هذه الإجراءات عاي يكون لها أثر كبير جدا جدا في وصلنا إلى حالة من حالات الاتزاز الإجراء الأول تعالوا وعنلم أولادنا لما يكون عندهم مشاعر مؤلمة مش أول حاجة يعملوها ينشروا الكلام ده على السوشيال ميديا أي يا جماعة ما احنا عايزين بقى نقول ونفضح ونعمل ده ولكن نتكلموا مع شخص حكيم يسقوا فيه يسمعهم ويقدر ويقدر الشعور اللي هم فيه ويساعدهم على أنهم يستثمروا هذا الشعور فيخرجوا إلى حالة من حالات الاتزاز